سعيا إلى تكوين جيل مسلح بالمعارف والمهارات قادر على مسايرة محيطه الإقليمي والدولي ومن أجل إرساء ملامح المدرسة الجمهورية التي يحلم بها الجميع والتي تتقلص فيها الفوارق وتتاح فيها الفرصة للكل يتنزل اجتماع وزير التهذب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد محمد مالعيني وليه بممثل النقابات التعليمية وذلك بهدف إنجاح المسار التشاوري الوطني المرتقب من خلال المشاركات والإسهامات التي من شأنها الحصول على النتائج المنشودة جينا اليوم دعوة من معالي وزير التهذيب وإصلاح النظام التعليمي من أجل التهيئة والأيام التشاورية الوطنية المزمعة إن شاء الله من 16 إلى 20 في الشهر الجاري وكانت الهداف هي مخرجات تنفع التعليم حصيلتها تعالج المنظومة التربوية من جميع مناحي الخلل ماديا ومعنويا من أبرز المشاكل التي طريحت على طاولة الهيام التشاورية الجهوية التي مضت هي أولاً وضع المدرس في وضعية مادي معنوية ومعتبرة نجل قيامها كذلك هناك مشكلة اكتراض ومشاكل متعلقة بجانب حصل الوسائل مثل وجود الكتاب المدرسي مثل البنية التربوية عموما ويعلق المشاركون آمالاً كبيرة على مخرجات التشاور المرتقبة الذي سينجم عنه إعداد قانون توجهينا لإصلاح النظام التربوي الوطني